التشكيل منتخبنا في زل الإصابات والغيابات اللي بيعاني منها الفرعنة استقر كابتن حسام حسن عن التشكيل اللي هيخوب بيه اللقاء في زل الغيابات بعد خروج مرموش ومصطفى محمد للإصابة بجانب حجازي واستبعاده من المعسكر استقر كابتن حسام حسن على استمرار حمد فتحي رمي ربيعة في قلب الدفاع بينما من المقرر بقى كده أن يدفع بسراسي نني مروان عطية وزيزو في وسط الملعب وفي الهجوم تريزي جي وصلاح وأسامة فيصل يعني مش يكون في تغيير في خط الدفاع بشكل كبير والإحراسة المرمى التغيير هيكون في قلب الملعب في وسط الملعب وفي أشق الهجومي زي ما احنا عارفين المباراة هيدرها تحكمياً طاقم تحكيني صومالي بخائدة عمر عبدالقادر أرطان وبيعونه كل من حمزة حاجي مساعد أول وعلي محمد مساعد ثاني وأحمد حسن حسين حاكم رابع كل توفيق لطاقم التحكيم ويكون في عدالة تحكمية للمنتخبين ده أكيد اللي همنا موسيقى